الناب مصطفى الجندي مستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقي قال ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحلم بعلاج مليون مريض فيروس سي في قارة افريقيا مطالبا بدعم ذلك الامر والعمل بشكل اكبر لاعلان القارة خالية من هذا الفيروس مؤكدا ان الرئيس اتخذ قرارا ببيع علاج فيروس سي لكل افريقيا بنفس السعر الذي يبيع به للمصريين مشيرا الى ان هذا القرار هو قرار ايجابي جدا واضف في كلمته بمؤتمر الجمعية الافريقية لرعاية مارد الكبد المنعقد بمدينة شرم الشيخ ان مصر عادت الى افريقيا من خلال تولي الرئيس السيسي حكم البلاد لادراكه جيدا اهمية القارة وللتحقيق ما فقدته العلاقات المصرية الافريقية طوال 30 عاما الماضية